المصافي والمناخل في المطبخ في المطبخ، هناك الكثير من الأدوات التي لا يمكننا الاستغناء عنها إطلاقاً، من بينها دون أدنى شك المصافي أو المناخل التي نستخدمها باستمرار لنغسل الخضروات والفواكة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنقية العصائر الطبيعية التي نعصرها. ناهيك عن استخدامها لتصفية المكرونة والأرز من المياه، وإليكم تليناً أنواع المصافي والمناخل واستخداماتها في المطبخ، نجم نجم الطرق الأمنة لفتح طنجرة الضغط. 1. مصفات الستيلي هي مصفات مصنوعة من مادة الستيلي، وتستخدم لتنظيف الخضار والفواكة وتصفيتها من الماء. وغالباً ما تكون هذه المصافي كبيرة الحجم، كما أنها تمتاز بالمرونة وسهولة الاستعمال. 2. مصفات البلاستيكي مصنوعة هذه المصافي من مادة البلاستيكي، ويتم استخدامها لغسل الأرز والمكرونة، وهي تأتي بأحجام وألوان مختلفة حسب الحاجة والطلب. 3. مصفات السيليكون القابلة للطي تصنع هذه المصافي من مادة السيليكون، وتمتاز بالمرونة، وهي تستخدم لتصفية الخضروات والفواكة من الماء بعد غسلها، وتمتلك هذه المصافي مقابض من الطرفين، وهي قابلة للتمدد. 4. مصفات الفلاذي لأنها مصنوعة من مادة الفلاذي الصلبة، فإن هذه المصافي المميزة مقاومة للصدأ، لذلك تعتبر من أكثر المصافي صحية، وهي غالبا ما تستخدم في تصفية الأرزي. 5. مصفات مصنوعة بشكل حرف Y تعتبر هذه المصافي الأكثر مرونة من باقي أنواع المصافي والمناخلي، وهي تمتاز بقدرتها على إزالة الشوائب من الأشياء التي نرغب بتصفيتها، كما أنها سهلة التنظيف بعد الانتهاء من العمل بها. 6. مصاف الأولمينيوم 7. يوجد في هذا النوع من المصافي ثقب واحد مهمته إنزال السوائل الماء والعصائر من خلاله، ويكثر استخدامها بتنظيف الخضروات الورقية مثل الملوخية وغيرها. 8. أحجام المصافي واستخداماتها 9. المصافي متوسط الحجم إلى الكبير، وتعتبر الخيار المثالي والأفضل في تنظيف وتصفية المواد المراد غسلها من السوائل، وهي الأكثر استخدامنا في عملية الطبخ. 10. المصافي ذات المقابض 11. لهذه المصافي مقابض على الأطراف، وهي تستخدم لتصفية السوائل الساخنة عند الطبخ. 11. ولكن عند استخدامها يجب أن نتأكد أن مقابضها سميكة ومتماسكة حتى لا تذوب مع الحرارة وتتسبب لنا بالمشاكل، وحتى نتمكن من الإمساك بها بسهولة. 11. المناخل وتستخدم هذه المناخل في عملية تنخيل الطحين ليصبح ناعمنا. حس來了 11. وبندت